اشتركوا في القناة في الحدث رياضي العالمي محطة مهمة ضمن باقي المحطة الثلاث عشر عبر العالم التي تؤهل إلى الفوز بلقب بطولة العالم لترياتلون سيكون لدينا أول كأس العالم في المغرب وفي إفريقيا وهذا شرف كبير وشرف كبير لأن سيدنا الله ينصره حضينا بالرعاية السامية وحضينا بالموافقة دياله أسنان ونسميه هذه التدهورة باسم ولي العهد مولاي الحسن والحمد لله كيف كتشوفوا حضور قوي بزاف لا ديال دول مشاركة لا العدد ديال العدائين والعداءات لفاق اللي كنا كان نتضره حقيقة وكيف سمعتوا اليوم رئيس ديالتحاد الدولي كتنوه بطرياتلون مغربي هذه البطولة من سنف سبرينت 750 متر ديال السباحة 20 كم دراجة وخمسة الكيلومترات جري هاد السباق هو مؤهل للألعاب أولمبيا فيه أربع مئة وخمسة ديال النقاط نغمال ما لكوب كونتينونتال المطولات القارية كي تكون فيهم في هذه المسافة 126 نقطة هذا كيدل على القيمة دياله باش العدائين قدروا يتأهلوا لهذه الألعاب لكوب ديماند خاصهم يكون تصنيف ديالهم ما بين واحد ومئة وخمسين عالميا وتعرف هذه التظاهر الدولية التي يخدع تنظيمها للمعايير والقوانين الموضوعة من طرف الاتحاد الدولي لترياتلون مشاركة 37 دولة من مختلف القارات ممثلة في 63 متسابقة و65 متسابق جميعهم ينتمون لفئة النخبة بالنسبة لنا عالمترياتلون شرف كبير تنظيم هذه المسابقة هنا بالمغرب هدفنا كان أن يصبح لدينا على الأقل كأس علم واحدة لترياتلون بكل قارة وطبعا هنا بالقارة الإفريقية هذه فرصة رائعة عادة يكون لدينا 75 رياضيا في مثل هذه المنافسات وبنسبة للغد لدينا 70 رياضيا و70 رياضيا نسجل حضور قوي للعنصر النسوي وهذا جد مهم بالنسبة لنا المستوى جد عال كل المشاركين لديهم الهدف نفسه المشاركة في أولمبيا دي باريز لدف المستوى عال نتمنى أن يعتلي أحد المشاركين المغاربة البوديوم سيكون أمر رائع لأنه على أرضه وعبر الاتحاد الدولي عن شكره للمغرب من خلال التنظيم الباهر لهذه التظاهرة وكان الحضور الملفت للاتحاد الدولي دمنا هذه النسخة يؤكد مدى قوة المغرب على مستوى تنظيم تظاهرات بهذا الحجم قاعد العدائين والعداءات اللي حاضرين أبطال كبار دوليين اللي غداغة دي يشاركوا في التدورة عجبهم تنظيم عجبتهم مدينة طنجة عجبهم المغرب والحمد لله كنشكره السلطات اللي وقفها معنا وجندات على سننجحها التدورة للسيد الولي وللسلطات المحلية وللمصالح الخارجية والإعلاميين كنشكركم بزاف لأن الحضور قوي ومن خلال هذا العرس الريادي تسعى الجامعة الملكية المغربية لترياتلون لتحقيق الإشعاع وتسويق السياحي للمغرب بصفة عامة ولمدينة طنجة بصفة خاصة عبر بات أطواره عبر قنوات الشركة الوطنية الإدعاء وترفز المغربية وأيضا للقنوات العالمية ترجمة نانسي قنقر